اشتركوا في القناة انا ذكرت انه هاي الاحرف المناسبة لبرج الجوزاء مش للطالع بس للبرج فكل الاسماء اللي انا بذكرها بذكرها للابراج الآن في احرف كثيرة ما ذكرتها انا هاي الاحرف ما بتتناسب بشكل قوي مع برج الجوزاء الاسماء الاحرف اللي انا ذكرتها او اللي انا رح اذكرها في الحلقات القادمة هي تتناسب مع صاحب البرج للبرج اللي انا بذكره هاي افضل الاحرف لان انت اجيت بدك تسمي اسماء لها علاقة بالاحرف يعني زي حرف الالف بدك تحط انت اسماء من عندك مبنية بدايتها على حرف الالف بصير ولكن انا ما بقدر اشرح لان اذا بدأ اشرح كل الاسماء في حلقات زي هيك زي ما انا شرحتها يعني الحلقة هيك رح تاخذ ساعات طويلة ورح تكون منهكة ورح اشرح كل حرف باسماء وهاي يعني شوي يعني بتاخد وقت كثير يعني انتو ما بتعرفوا قديش اخذت وقت عشان انا اطلع موازين الحرف واطلع قوة الحرف وكل حرف مرتبط في ايش واطلع الصفات اللي رح تطلعها من الاسم وتركيبته وبرضو مع البرج وشو تعطيه صفات يعني هاي امر مش سهل فعشان هيك انا حبيت اني اعطيكو نبذي عن الاسماء هاي الاسماء هاي شو بتعطيه وفي نفس اللحظة الاحرف المناسبة اللي ممكن انت تسمي منها ذكورا او اناثا من نفس الاحرف اللي انا وضعتها ولكن حاول قدر الامكان اذا انت بتعرف بحساب الجمل او بتعرف جدول حساب الجمل اكتب انت جدول حساب الجمل او حساب الحرف موجود على النت كثير وهو نفس القاعدة ما فيها اي اختلاف اجمع الاسم مع بعض وحاول قدر الامكان اذا طلع معك الاسم رقم ثمانية على طول الغيه على ما تسمي لانه هذا رقم ثمانية رقم زحل فالاسم اذا عطيته اسم يعني مركب او مجموع ارقام ومرتبطة في زحل معناه تاعرف انك انت اعطيته طاقة سلبية هذا الشخص مش محظوظ نهائيا رح يطلع وفي نفس اللحظة رح يكون باعتمد بس على طاقته وعلى جهده سهل جدا انه يخسر اي شيء ممكن يحصل عليه فعشان هيك اي شيء دائما بطلع فيه رقم ثمانية حتى لو رقم سيارة اجمع رقم سيارتك مع بعض الارقام كلها مع بعض وضلك اكسرها يعني زوجيا يعني طلع الف وتسعمية مثلا واربعة وسبعين احسب الاربعة مع السبعة مثلا تطلع احداش حط احداش التسعة مع الواحد عشرة حط عشرة بعدين ارجع اجمعهم واحد واحد صفر ما بنحسب واحد بطلعوا ثلاثة هيك ثلاثة هذا رقم الو عطار مثلا بالمشتري وفي ناس بقولوا بعطار طبعا هاي رح ادخل ما رح اعطيكم الجواب الصحيح لالها رح نعمل حلقة كاملة ونشرح هاي الامور على اساس ان كنت فهموا الاحرف وتركيبها وقواها ولكن انه دائما الاسماء اللي مبنية مضاعفاتها وبطلع مجموعها على رقم ثمانية اعرف انه هذا رقم زحل هذا رقم سيء وفي نفس اللحظة رح يعطي نحوسة عالية جدا في حياته اي ارقام ثانية كلها فيها ايجابيات كلها بتعطي ايجابيات فعشان هيك ما تحاول انك انت مثلا تيجي تقول لي حرف الجيم انذكر حرف الجيم ليش ما بزبط للجوزاء ما بزبط لانك انت عطيته مضاعفات يعني كوكبه في نفس اللحظة وهو هوائي وعطيته هوائي برضو في نفس اللحظة فعشان هيك شو بدي يصير يعني انت عطيته هوائي بهوائي مع بعض فانت بدك تحاول انك تثبته او تعطيه قوة لانه هو اساسا حرك ونشيط وسريع سريع ومتقلب في المزاج وتعطيه اسم هوائي كمان شو بدي يطلع فعشان هيك دائما هاي حساب الموازين امر مش سهل عشان هيك انا انتقيت الاحرف اللي هي الاحرف اللي بتناسبه والاحرف اللي بتعطيه قوة وبثبته وبرضو بتعطيه ايجابيات اختار منها وابني عليها الاسم اللي انت بدك ولكن حاول انك تجمعه اذا طلع رقم ثمانية الغيذ فورا ما تخلي في ناس بقولك لا اجمعوا الاسم مع اسم الام اذا طلع رقم ثمانية ما تعطيه انا ما الي في اسم الام لانه ما في واحد بيجي بنادع واحد بقوله عبدالله ابن الهام يا ابن الهام يا ابن لا بيجي بقوله عبدالله فهو الاسم المنطوق وهو دائما اللي بيأثر على الشخص فعشان هيك لما بنيجي ويقول له غير اسمك مش شرط تروح انت على دائرة حكومية وتغير الاسم كتابة لا غير اسمك لفظا فعشان هيك تغيير الاسم لفظا بعطيك قوة غير فعشان هيك الاسم الدلع او الكنية او الاشياء اللي زي هيك دائما بتم اختيارها عساس تعطي قوة اما للمجال الفني او للمجال الارتست او يعني في المجالات هاي فعشان هيك هم بطلبوا الاسم دائما اللي يتوازن مع طبيعة العمل تبعهم عشان يعطيهم قوة ارجو اني اكون انا وضحت الجواب عساس انه شفت انا انه يمكن انا ما شرحت في البداية بالطريقة اللائقة زي هيك ولكن حبيت اوضحها للاشخاص اللي تابعوا الابراج وتابعوا الاسماء بالنسبة للجدول اذا ما وجدته او احترته فيه اكتبولي انا بعمللكو يعني بعمللكو الجدول هذا وهو موجود بس اكتب حساب الجمل او اكتب قيمة الاحرف او هاي بتلاقي موجود جدول بيبدأ بابجد هوز حطي كلامون وكل حرف ببقى لطبعا للنهاية وبعطيه كل حرف الو عدد اذا لقيته فهو ممتاز وهذا اللي انت بتقدر تستفيد منه بحساب الجمل انك تحسب الحرف وتطلع من الحرف الرقم توعه وتجمعهم وتطلع انت بقيمة الكوكب اللي بتحكم فيك وفي نفس اللحظة على العدد هذا اللي بيطلع معاك انت بتعد طلع معاك رقم واحد معناته الحمل طلع رقم اثنين ما بيجي الثور يعني هيك بتصير يعني الها الها حسابات بعدين انا ان شاء الله بفاهمكم اياها وبشرحلكم اياها بطريقة ممتازة على اساس اني ما اعقد الامور وما خليكوا يعني ما بدي اعطيكم كم معلومات عشان ما تتحيروا بطريقة الحساب لا كل اشي بوقته طبعا رقم واحد مش للحمل بس للمعلومة رقم واحد الشمس ارتباطه دائما بيجي في برج الاسد لانه كوكبه ميحة كيف بتنحسب الامور لكم كل الاحترام والتقدير بشكركم على تعليقات كل ايجابية اللي علقتوا فيها اليوم انا بدي لايكات حر اليوم بتكت حطولي لايكات مش عارف ليش خلص ايجي على بالك كنت احضر اليوم حضرت يمكن فوق الست سبع فيديوهات كلهم بقولوا احط لايك قبل ما مش عارف ايش وحط مش عارف ايش احطوا لايك زينا زي يوم يلا مش اقل منهم احنا ان شاء الله ولا انتو اقل منها ان شاء الله خلينا نروع على توقعاتنا اليوم طبعا توقعاتنا اليوم الاثنين خمسة عشر ستة القمر اليوم موجود لليوم الثاني في الحمل تقريبا هو ضايل نص يوم برضو كمان للحمل فعشان هيك منقول احنا انه اليوم القمر في الحمل في منزلة البطين او البطين جيدة لتهدية النفس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد وحكينا انه تاثيرات القمر لما بكون موجود في الحمل في هاي الفترة بنشعر بقوة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميم واكثر استقلالية وبنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل اننا نتسرع في تصرفاتنا وممكن نتهور ايضا يجب ان نحذر ايضا على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدواني في فترة وجود القمر في الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك وادخال تعديل على قصة الشعر واقامة حفلة ما اما بالنسبة للزوايا الفلكية فالزاوية الوحيدة اللي موجودة اليوم هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة ثنتين وسبع دقائق فجرا بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع طبعا ما في الزاوية الثانية اللي رح تتشكل رح تكون في الليل فعشان هيك منذكرها في حلقة الغد بالنسبة للقمر حكينا انه موجود في الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم ستعاش ستة رح يكون في تمام الساعة اتناعش وتسعة واربعين دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر حتى تمام الساعة تسعة وخمسة وثلاثين دقيقة ظهرا لا ينتقل القمر لا برج الثور عمر القمر القمر انحسار الهلال اربع وعشرين يوم في تمام الساعة اتناعش وتسعة وعشرين دقيقة مساء بصير عمره خمسة وعشرين يوم نسبة الاضاءة ثلاثين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم يعني الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة مزاجها سعيد القمر في الحمل حتى يوم ستة عشرين المزاج ممتزج عطارد في السرطان حتى يوم ثمنتعش ستة بعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه سعيد طبعا من بكرة ببدأ تأثيرات عطارد عشان هيك رح نسجل حلقة لها علاقة بتراجع عطارد وتأثيراته واشي اللي بعمله منفردة اسمها اخبار فلكية رح تنزل بكرة او اليوم طبعا الزهرة في الجوزاء تتراجع حتى يوم خمسة وعشرين ستة مزاجها منتحس المريخ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة المزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اتناعش تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد سبعة بعدين رح يرجع للجدي مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى ثلاثة وعشرين ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم أربعة عشرة مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم بتهتم بمظهرك وبالتغييرات هاي مرحلة انطلاق لمشاريعك الجديدة تتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين انت سباق ورائد بتكون في حق الاختصاصك بالنسبة للبيت الأول هاد احنا ذكرنا بالنسبة للبيت الثاني تقريبا اليوم الفرص بتنعكس إيجابيا على الوضع المالي فعشان هيك اليوم بحمل فرص إما بتيجي من عمل إضافي أو دعم أو تحصيل أموال أو اهتمام بإنجاز بعض المعاملات المالية في منك رح يطلق هدية أو جائزة أو مساعدة مالية بالنسبة للبيت الثالث اللي هو بيت الاتصالات اليوم لغاية ساعات الصباح الأمور الروتينية ولكن من ساعات الصباح بتنشط في الحركة في النشاط بصير عندكو اتصالات كثيرة تنقلات كثيرة اهتمامات بأشخاص حواليكم أكثر في منكو رح يكون له تعامل مع أخ أو جار بشكل جيد ولكن أهم نقطة إنه حاولوا إنكم ما تتسرعوا على الطرقات وما تعصب أثناء النقاشات واللي عنده امتحان مدرسي بده يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت بتنتق يعني تقريبا للنص يعني بتظلها حاملة نوع من أنواع إما الإرهاق داخل المنزل أثر تعب أو جهد أو نقاشات ممكن عتب على أحد أفراد العائلة ممكن خلافات منزلية أو أعطال أو اهتمامات بأعمال منزلية أو مشتريات في منكو أشخاص رح يهتم بشؤون عقارية أو بيتية أو أمور العلاقة بالترحال أو سكن جديد أما بالنسبة للبيت الخامس تقريبا للبيت الخامس إيجابي على المستوى العاطفي بدعمك شوي بتظل في نوع من أنواع السلبية اللي بتصير اللي هي أنك أنت بتتذكر أشخاص إما أشخاص غادروا الحياة أو أشخاص بسفر أو يعني نوع من الحزن أو علاقة قديمة أو أشياء من هذا القبيل في منكو رح يعتب على أحد الأبناء أو رح يصير في مشادات أو ملاسنات ما بينكو في برضو رح يكون في نوع من الخوف أو القلق على أحد الأبناء أما بالنسبة لبيتك السادس تقريبا نقدر نحكي أنه جيد أفضل من الأمس اليوم تقدر تنجز بعض الأعمال المهمة يعني بتكثر عندك بعض الأعمال ممكن أنه اليوم تختار عمل جديد أو تحاول أنك تقدم لعمل جديد اليوم مناسب لهذه الأمور برضو في منكو رح يهتم ببعض الشؤون الطبية مثل أدوية أو مراجعة طبيب أو تقرير برضو هاي الأمور بتكون لصالحه أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة تقريبا الأجواء مش سلبية ولا إيجابية يعني بتيجي ببيت الروتيني فعشان فعشان هيك بيحمل بعض الأشياء اللي ممكن يكون فيها إما خلافات أو جدالات ما بين الأزواج من برج الحمل فعشان هيك بتكون ديروا بالكو من العصبية وتطوير الخلاف أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء الروتينية على المستوى الأموال المشتركة فما فيه لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتعاملوا على الأمور البنكية أو الأمور الفواتير أو الالتزامات أو الديون أو مراجعة مؤسسات مالية زي الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء على مستوى البيت التاسع شوي يعني إيجابية بتحمل بعض الإيجابية بتكثر بعض الاتصالات عندك الخارجية مع أشخاص خارج البلاد ممكن اطمئنان على حالهم أو معاملات أو مشتريات لها علاقة بزي الاستراد والتصدير أو بضائع من خارج البلاد بدك يجيبها أو أمور إلها علاقة بالتناقلات اللي بعيدة كلها هاي تقريبا بتكون اليوم موجودة ولكن ممكن تنزعج من خبر معين شوي يزعجك بيجيك من خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر تقريبا الأجواء على مستوى بيت السمعة وبيت العلاقات العامة تقريبا جيد بيدعمك بقوة بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل ممكن يوكلك اليوم عمل جديد أو مهمة جديدة فأنت كفء لإلها ممكن تسمع بعض الكلمات اللي فيها إطراء أو تشجيع لإلك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأمور برضو جيدة بتدعمك على التعامل مع بعض الأصدقاء أو التفاوض معهم أو لقاءهم أو يعني وضع اجتماعي ممكن دعوة لمناسبة أو لحفلة أو للقاء أو يصير في استغلال بعض الأشخاص اللي أنت بتعرفهم إما للمشورة أو لطلب المساعدة أو للقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة اليوم استقرت الأمور أكثر صارت فيها نوع من أنواع الإيجابية فعشان هيك اليوم تقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور العلاجية ممكن تفقد مريض أو الاتصال مع مريض لتفقده برج الثور يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تنخفض وطيرتكم شوي ممكن تتأخر بعض المشاريع وربما إنها تلتغي اتجنب اتخاذ أي قرار وتأكد من حجزك لأنه إذا حاجز على شيء معين يعني تأكد منه لأنه ممكن تتفاجأ أنه بالإلغاء أو سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم تدريجيا بتتصاعد الطاقة لمستوى جيد يعني بدعمك على المستوى النفسي أكثر من أمس يوم أمس كنت تعبان أو مرهق أو في بعض التقلبات عندك يعني اليوم بتلاقي الأمور أحسن بتشجعك أكثر برضو في نفس اللحظة بتلاقي أنه ثقتك بنفسك بتزيد أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فتقريبا في بعض المسائل المالية اليوم اللي منها بكون مربك ومنها بكون جيد يعني إشي إلو علاقة بالالتزامات أو الدفعات أو المشتريات وإشي إلو علاقة وفي نفس اللحظة في إيجابية اللي هي بتجيب بعض الفرص المالية اللي بتيجي إما من عمل إضافي أو نوع من أنواع المساعدات أو الهيبات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات والاتصالات والحورات وبرضو عندك قدرة على الإقناع اليوم عالية جدا ولكن أهم إشي إنك ما تعصب وما تتهور أثناء القيادة في منك رح يهتم بموضيع الهلاقة بالسيارة أو بتليفون إما صياني أو نوع من أنواع التصليحات أما بالنسبة للبيت الرابع تقريبا على جو البيت اليوم من ساعة الظهر بتبلش تخف الضغوط عليك فعشان يكي بصير فيه نوع من أنواع التلاقي أو التقارب ما بينك وبين أحد الأفراد العائلة وممكن يكون اليوم اهتمامات منزلية زي تصليحات وترتيبات أو ديكور مثلا مشتريات منزلية نقاشات عائلية أو لقاءات عائلية ولكن احذر من الحدية بالطباع أو التصرف عشان ما تكبر الفجوة أو ما تحدث فجوة ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس تقريبا الأجواء ما يعني بتحمل نوع من أنواع الروتين في علاقاتك العاطفية ولكن إنه برضو عاطفتك جياشي خلال هذا اليوم إما بلقاءات أو اتصالات أو حوارات مع الأحبة أحبة كحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الأشخاص اللي بعزوا عليك كثير أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف الأجواء برضو جيدة على مستوى العمل تحمل لك بعض الإنجازات ممكن تنجزها اليوم من أعمال روتينية مش أعمال جديدة فعشان هيك بتنشط في إنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام ببعض الأمور العملية لإلك في منك رح يهتم ببعض الأمور الصحية لإلوه احذر من التقلبات الصحية أو بعض الأوجاع أو الأعراض اللي ممكن تجيك بس مش بشكل كبير أو مخيف أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الحدية بالطباع ممكن يصير فيه نوع من أنواع النقاش أو الخلاف ما بينك وبين الشريك اليوم حاول إن قدر الإمكان ما تفاقم الأبور وما تكبرها حتى لو هو أساءلك أو حتى لو استفزك حاول إنك تمشي الأمور على خير على أساس أنه ما تكبر الفجوة وخصوصا هاي يعني هذا بيت الشراكي يعني بيت الشراكي الزوجية والشراكي المالية أما بالنسبة للبيت الثامن تقريبا فيك بيكون بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة في الأوراق المالية أو الحسابات أو تداول العملة أو الأمور اللي إلها علاقة بالبنوك بالضريبة بالتأمين ممكن ديون ممكن بتحاول تحصل الديون لا إلك بتتأجل مش قادر تحصلها بالفترة هاي طبعا هذا التقلب اللي موجود أو هاي النوع من أنواع الخوف من هذا المجهول على الأمور المالية هو اللي بربكك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع ممكن تهتم ببعض القضايا اللي إلها علاقة إما بالشؤون القانونية أو بأمور إلها علاقة بأوراق قانونية أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو قلق من مسألة بتتعلق في شخص خارج البلاد أو أوراق سفر أو معاملات يعني شوي بكون في منها مربك وخصوصا اللي زي أوراق الإقامة أو أوراق الهجرة الأوراق هاي خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعم من علاقاتك وخصوصا مع الأشخاص اللي أنت بتعرفهم على المستوى الاجتماعي وبرضو ممكن أن نصير فيه على مستوى العمل نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميلك أو رئيسك بالعمل ممكن يوكلك عمل أو تنجز عمل خلال هذا اليوم وبرضو تسمع بعض الكلمات اللي إلها علاقة بالإطراء أو الثناء على عملك نقدر نحكي إنها فيها نوع من أنواع الإيجابية فبيحمل لك بعض اللقاءات اللي بتكون جيدة مع بعض الأصدقاء أو بعض المعارف وممكن نتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء روتينية ما فيها لا شيء لا إيجابي ولا سلبي برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن شارك في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شيء كون مخلص لأصدقائك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك أنت بحاجة لتعاون مع الآخرين وخصوصا تعاونهم معك كمان في هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا اليوم داعم لإلك ثقتك بنفسك أقوى برضو عندك رغبة بالنشاط بالحركة سرعة بديهتك عالية ممكن تنجز وتحقق بعض الإنجازات المهمة اللي رح تكون منعش لإلك أو برضو تعطي قوة وطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء تقريبا معني على المستوى المالي بيكون بداية النهار في نوع من أنواع الضغط على الشؤون المالية ولكن من فترة ما قبل الظهر لآخر النهار بيظهر بعض الأمور الإيجابية اللي لها علاقة إما بتحصيل مال أو استرداد مال لإلك أو ممكن يجيك مال عن طريق عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الهبات أو المساعدات أو المكافآت أهم يشيء أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم برضو بيحمل نوع من أنواع النشاط على مستوى التنقلات والاتصالات والحركة والحوارات يصبح عندك يعني قدرة على النقاش والحوار يعني حتى مرغوب في كلامك كثير ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك إلى هذا اليوم أهم شيء ما تتهور أثناء القيادة وفي نفس اللحظة بدك تركز من الانفعال أو العصبية في بعض المواقف أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأجواء تقريبا على مستوى البيت خفت الضغوط شوي فتقريبا هي الضغوط بس إما هي التزامات أو مشتريات أو واجبات عليك ولكن إجمالا الأجواء جيدة ممكن تعمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن يكون نقاش أو بعض الأعمال الروتينية المنزلية ممكن اهتمام بلقاء عائلي ويكون أنت من ضمنه تناقش في هذا الموضوع أو مشكلة عائلية أنت تكون برضو بتبدي وجهة نظرك أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء العاطفية اليوم بتصاعد عندك من ساعات الصباح تقريبا الأجواء بتصير إيجابية فممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل مع أحد الأحبة أو أحد الأبناء ممكن إنجاز بعض القضايا العاطفية بشكل قوي جدا ويكون في مصالحة أو تلاقي ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك على مستوى الأمور العملية فممكن تنجز بعض الأعمال بتكثر في ساعات الصباح الأعمال وممكن تتزامن عندك ممكن تشعر أنه ما عندك رغبة للعمل ولكن مجرد ما تجاوزنا ساعة الصباح بصير عندك طاقة أكبر للعمل وإنجاز العمل عندك رغبة في أنك تشتغل أكثر من شغلة ما بعض وممكن يجيك أعمال إضافية كمان وممكن تنجزها كمان أهم إشي أنك أنت تراقب تقلبات ممكن تصير على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراك المالي جيد جدا بيدعمك خلال هذا النهار وبعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك حدية في الطباع أو حساسية يتحسسوا من موقف معين من إهمال الزوج أو من الشريك أو أنه يحاولوا أنهم يهمشوا أو اللي هي عملية أنه ما بدهم يأخذوا في رأيه فهذا الإشي ممكن يسبب سوء تفاهم أو نوع من الزعل أو العتب أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا إن نقدر نحكي أنه فيها بعض الضغوطات المالية أو حلولة بعض المسائل القانونية أو المالية اللي لها علاقة إما بقروض أو الدفعات أو العلاقة في بنك مؤسسات زي الضريبة أو التأمين ديون أنت مش يادر تسددها أو التزامات زائدة عليك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن يجيك دعم معين أو علاقة معينة ممكن يكون لك تواصل مع مؤسسات تعليمية أو ترغب في الاطلاع على بعض المواضيع اللي لها علاقة بالفلسفة بأمور لها علاقة بالدين بالغيبيات بالأشياء اللي من هذا القبيل كلها تقريبا إيجابية ممكن يجيك خبر من خارج البلاد إيجابي أما بالنسبة لبيت العلاقات الإجتماعية وبيت السمعة واللي العلاقة برضو بالعمل أنا شايفه قوي جدا اليوم يعني بيخلي فيه ترابط ما بينك وبين علاقاتك وفي نفس اللحظة بيخلي فيه نوع من أنواع القوة في إنجاز بعض الأعمال أو المهام اللي إلها علاقة بمكان العمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء بيتك 11 فهو كما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة إلى بيت المتاعب فهو جيد بيدعمك في إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن اليوم برضو أنه يكون لك زيارة أو عيادة مريض أو إطمئنان على صحة أحد الأحبة برج السرطان بتظل الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهم شيء أنك يتهدئ من إن فعالاتك ما تكون عصبي خلال هذا اليوم وبرضو ما تحاول أنك أنت تخالف القوانين أو تدخل في أي شيء مشبوه هاي فترة فيها نوع من أنواع السلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر أهم شيء أنك تعالج الأمور بهدوء وحاول أنك تقدم أفضل ما لديك ما بنحكي أنه سلبية أنه كل إشي سلبي لا ولكن السلبية في بعض الأشياء اللي رح نذكرها الآن على مستوى البيوت بالنسبة للبيت الأول تقريبا على المستوى النفسي شوي الأمور يعني بنقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الضغوط تقلبات عصبية إحباط ملل أشياء من هذا القبيل وخصوصا أنه بتزيد مع ساعات الظهر أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني يعني بيجيب لك فلوس أو بعطي فرص للفلوس اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات ولكن تكثر عليك الالتزامات أو المطالبات المالية أو المصاريف حاول أنك ترتب أمورك المالية بشكل جيد وما تنفعل بالهدوء بتمشي الأمور أما بالنسبة للبيت الثالث تقريبا بعطيك إيجابية على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات والتحاور مع الأشخاص بتكون مقنع في وجهات النظر أهم شيء أنك أنت ما تنفعل وما تعصب اللي عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد وبرضو في المقابل اللي عنده تنقلات بده يحذر أثناء القيادة ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا ضغوط للبيت أخف من الفترة الماضية بتحمل لك بعض المفاجئات في بعض الالتزامات أو التوترات على مستوى البيت ممكن تكون نقاشات أو حوارات شوية تعصب فيها أو تحتد لأنهم خالفوك في الموضوع أو ما مشت الأمور مثل ما أنت بدك حاول قدر الإمكان أن تعمل نوع من أنواع توسيط للضغط على أساس أنه ما تخلي الضغوط تسيطر على أعصابك ممكن يكون عندك بعض الأعمال أو الالتزامات المنزلية لزيادة وهذا إشي برضو مرهق بالنسبة لإلك أو مشتريات أو أعباء أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا اليوم متقلب عشانيك في لحظات عندك رغبة بالتواصل العاطفي وفي لحظات بيصير عندك سوء تفاهم وممكن تزعل وتحتد ممكن تذكر علاقة قديمة ممكن تذرف الدموع اليوم شوية ممكن تكون عاطفي زيادة يعني تقلب ما إلو تفسير عادي على المستوى العاطفي فعشانيك منقول لك دير بالك من هاي الطاقة اللي بتتخلى طوله اليوم على المستوى العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد بيدعمك على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يكون عندك نشاط عالي جدا لإنجاز أكثر من عمل مع بعض برضو في بعض الاهتمامات الصحية عندك اليوم يعني بتحمل لك نوع من أنواع الشحنات الإيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد وبيدعمك برضو على مستوى بيت الشراكي بيعمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج تحديدا ممكن يصير عمل مشترك أو حوار مشترك ما بينك أو تنقلات أو مهام مشتركة يعني تفقوا على مسألة معينة الأمور تقريبا إيجابية بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك الثامن طبعا الأمور المالية أو الالتزامات أو أشياء لها علاقة بالبنوك بدفعات بمسائل إلها علاقة بالضريبة بالتأمين تقريبا كلها إيجابية يعني بتساعدك في إنجاز بعض المهام اللي إلها علاقة في الأموال اللي تعود للمؤسسات المالية أو برضو اهتمامات أنت في بعض الدفعات أو المراجعات المالية أو أنه أنت ممكن تحصل أموال كانت إلك وكان صعب أنك تحصلها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأمور فيها نوع من أنواع بضغط على البيت التاسع إما باتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو تأجيل السفر أو أمور مرهقة بالنسبة لإلك للتواصل مع أشخاص خارج البلاد يعني تقريبا هاي الضغوطات كلها بتأزم عليك وبتضغطك بشكل سلبي ركز بشكل جيد بتنحل الأمور في منك ورح يسمع خبر شوي يزعجه من خارج البلاد وممكن يكون بعض القلق على أوراق قانونية أو معاملات قانونية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر هو نفس اللي إحنا ذكرناه في بداية التوقعات جيد يدعمك بشكل جيد ولكن أهم إنك ما تخالف القوانين وما تدخل بأعمال مشبوهة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد يدعمك في بعض الأشياء ممكن يكون لك بعض التلاقي أو اللقاءات ما بينك وبين بعض الأصدقاء ممكن دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو دقاء مثلاً بجمعك ممكن نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين بعض الأصدقاء لإنجاز بعض المهام أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة تدعمك بشكل قوي جداً فممكن تنجز بعض الأعمال المهمة اليوم ممكن إنه تنشط في أمور إلها علاقة بالأدوية أو بالعلاجات أو بالمراجعات الطبية أو دراسة موضوع زي اهتمامات طبية ممكن يكون فيه نوع من أنواع عيادة المريض أو زيادة زيارة مريض أو الإطمئنان على حال شخص مريض في مستشفى أو في بيت في منك رح يهتم برضو في أمور طبعاً نسبة قليلة في أمور لأشخاص مسجونين أو قضايا بتتعلق في السجون أو أشياء من هذا القبيل مرج الأسد بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر أو أوراق سفر أو اتصالات بعيدة يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة اظهر تعاون أكبر مع الآخرين والجهات المسؤولة ممكن تنجح اليوم في الترويج لعملك وكسب الدعم والتأييد أهميش أنك ما تهم الواجباتك حتى ولو كثرت أو صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي للتأخير تقدم بجراء وثقة بالنسبة للبيت الأول تقريبا الأجواء جيد اليوم نفسيا أنت مرتاح أكثر برضو عندك حيوية عالية لجراء كثير من الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على المستوى المالي يعني بتفتح لك بعض المسائل المالية اللي لها علاقة إما بفوتير أو دفعات أو التزامات أو تحويلات أو أمور إلها علاقة بأموال مستردة ممكن بيجيك عمل إضافي مثلا تحصل منه أو نوع من الهبات أو الدعم أو المساعدة أهم شيء أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى النقاشات والحوارات والتنقلات تقريبا بتدعمك بشكل جيد اليوم عندك سرعة بديهة عالية مقنع بشكل كبير بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك عندك اهتمامات عالية جدا في أمور إلها علاقة بالتكنولوجيا ممكن إشي العلاقة بالتلفزيون بالكمبيوتر بالتليفون بالسيارة أهم إشي أنه أثناء تنقلاتك بدك تدير بالك من التسرع أما بالنسبة للبيت الرابع تقريبا الأجواء على مستوى البيت جيدة ولكن ممكن أنه يهمك مسألة لأحد أفراد العائلة شوية تكون فيها نوع من أنواع الإرباك لا إلك إما هي مسألة صحية أو مسألة نقاش لحل مشكلة معينة أو يكون عندك في البيت نفسه أعطال أو اهتمامات أو مشتريات أو أعمال صيانة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية عندك برضو جيدة يعني تقريبا مشحون بطاقة إيجابية للتقارب مع الأحباء أو الاهتمام بموضوع بتعلق في أحد الأبناء بكون برضو قوي جدا أما بالنسبة للبيت السادس لغاية ساعات الظهر تقريبا الأجواء بتكون ضاغطة عليك ممكن أعمال أو تزامن أعمال أو ممكن الاهتمام ببعض الأفكار اللي بتحاول أنت تنشطها خلال اليوم ولكن من ساعات ظهر الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك بقوة بتنجز كافة الأعمال المطلوبة منك وفي المقابل ممكن أنك تهتم بشؤون صحية حاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد من التقلبات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فتقريبا على مستوى بيت الشراكة يعني ممكن اليوم يحمل نوع من أنواع القلق أو التوتر على الشريك أو ممكن يعني الاهتمام فيه بشكل مباشر أو ممكن أنه يكون في نوع من أنواع التعامل تتحسس من تصرف معين أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأجواء الروتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني على حسب طبيعتك وخصوصا هاي أموال مشتركة لها علاقة بالبنوك لها علاقة بالضريبة بالتأمين بالأموال المحولة يعني بهاي الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فهي كما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر جيد على مستوى العلاقات والمعارف بيدعمك بشكل قوي ممكن اليوم يصير لك نوع من أنواع التعامل الجيد مع بعض الأصدقاء أو المعارف لدعمك في مسألة معينة أو لإنجاز بعض المهام اللي بتتعلق فيك وبرضو على مستوى العمل ممكن يكون لك تعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أو يكون لك مهمة لإنجاز عمل معين تسمع من وراها كلمة إطراء أو ثناء على مجهودك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء تقريبا برضو جيدة بتدعمك بقوة ممكن اليوم أنت تهتم ببعض المسائل اللي إليها علاقة باللقاءات أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة صحيح أن الأجواء ضغطة شوي في بداية النهار تحمل لك ما تحسس من تصرف صديق أو معرفة أو ممكن أنك تنزعج من فضوله أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وممتازة برضو تقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم ببعض الأمور اللي بتتعلق في صحة أحد الأحبة برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بادر لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنت بحاجة للاياقة جسدية وأعصاب متينة خصوصا في الأيام القادمة ما تترك ذيول المتاعب إنها تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني بكون فيها نوع من أنواع التقلب على المستوى النفسي ولكن في ساعات ما بعض الظهور الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك بشكل جيد العفسيتك بتتحسن وممكن صير لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة إما بهندامك يعني بلباسك أو بإشي العلاقة بقصة الشعر أو نوع من أنواع تغيير المظهر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي في ساعات الصباح بتكون مربكة ممكن مصاريف أو التزامات أو قلق من موضع مالي معين ولكن من ساعات الظهيرة الأجواء بتصير جيدة وبتدعمك ممكن تحصل بعض الأموال اللي بتجيك من عمل إضافي أو نوع من أنواع المستردات أو الهبات أو المساعدات أو إنجاز عمل مالي معين بيكون لمصلحتك أهمش أنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة برضو على مستوى التواصل والاتصالات والتنقلات يعني عندك نشاط مش عالي كثير ولكن على في نوعية من الإيجابية ممكن تنجز بعض الأعمال ممكن تناقش اليوم وتقنع أي شخص بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية في عندك نوع من أنواع الاهتمامات بيكون لأمور إلها علاقة بالتكنولوجيا أو بالإلكترونيات أو بالسيارات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت اليوم أحسن يعني بتعمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن يكون لك اهتمامات في شؤون إلها علاقة بالعقرات أو الترتيبات أو مشتريات أو شؤون عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى العاطفي بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك ممكن خلاف معين أو سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب أو قلق على حبيب معين ممكن أنه تكون الأمور إلها علاقة بأحد الأبناء أو مسألة عاطفية ممكن أنه يكون برضو أشياء إلها علاقة بالخلافات بتحاول أنك تصلح الأوضاع أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة بتدعمك خلال اليوم ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يكون له اهتمام بشؤون صحية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور تقريبا يعني فيها نوع من أنواع المشاحنات أو الخلافات أو الصدامات أو النقاشات أو القلق على شريك أو صحته مثلا فحاول قدر الإمكان أنك أنت تكون مستعد لمفاجأة سلبية ممكن تصير ما بينك وبين شريكك بالعمل أو ما بينك وبين الزوج أو الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع الأجواء تقريبا ما زالت ضاغطة على مستوى الأوراق القانونية والمعاملات على مستوى السفر وأوراق سفر أو معاملات إلها علاقة بالهجرة أو أشياء إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية شوي فيه نوع من أنواع الضغط أو الإرباك اللي عنده امتحان اليوم بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ بده يدرس ويستعد وإذا دخلت بنقاشات إلها علاقة بالسياسة أو الدين حاول إنك ما تتزمت برأيك وما تعصب أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى علاقاتك ومعارفك ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعاون أو التلاقي ما بينك وبين أحد المعارف للا مساعدتك أو إنجاز بعض المهام اللي بتكون صعبة عليك وممكن يتوجه لك مثلا محاضرة معينة في منك راح تكون هاي الأمور واضحة عنده وقسم راح يكون على مستوى العمل اللي هو يعني نوع من أنواع التعامل مع زميل أو رئيس بالعمل لإنجاز بعض الأعمال المهمة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء تقريبا جيدة بتدعمك بشكل قوي ممكن يكون لك نوع من أنواع دعوة أو حفلة أو مناسبة أو لقاء مع صديق معين إليك فترة ما توصلت معه وممكن هو يتواصل معك أهم إشي أنك ما تحاول أنك تفرض رأيك عليه أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني بمعنى آخر بتقدر تنجز أعمالك بشكل روتيني ولكن أهم إشي أنك أنت يعني ممكن أنه يصير بعض القلق على صحة أو على وضع أحد الأحبة أو المعارف برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية يعني بين الأزواج يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ما بجوز إثارة المتاعب خلال هذا اليوم بدك تتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية برضو حاذر من الحوادث أثناء التنقلات أو القيادة وبرضو ممكن يكون في بعض العداء خلال هذا اليوم يظهروا لك هيك نقاشات حوارات يتأمروا عليك بالخفاء بدك تكون داير بالك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الضغط في هيك أشياء يعني ممكن أنها تزعجة خلال اليوم أو يكون لك مالك نفس أنك تعمل شيء أو محبط من شيء أو في ملل عندك أشايف أنا الوسواس برضو بسيطر على موليد برج الميزان خلال هذا اليوم أو أفكار سوداء هيك بفكر في أشياء مش لازم أنه يفكر فيها البيت الثاني الأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية تدعم بعض البعض من موليد برج الميزان في يعني مبالغ مالية بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع تحصيل ديون لإلكم أو نوع من الهبات مساعدات أشياء من هذا القبيل بتكون بشكل مناسب ولكن قللوا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فعشان هيك حكيت حاولوا أنكم تحذروا من الحوادث أو الأشياء أثناء القيادة لأنه فيها نوع من أنواع السلبية الأجواء هي إجمالا جيدة ولكن ما بدها تهور يعني ممكن تنشط اليوم بالحركة والاتصالات يكون لك بعض الإهتمامات مثل المناقشة بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك اللي بيشتغلوا في مجال التسويق اليوم بيبدعوا فيه لك بعض الإهتمامات بالإلكترونيات أو بالتكنولوجيا تحديدا وتعامل بيكون مع أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء جيدة بتدعمك على مستوى البيت يعني فيه أجواء إيجابية حواليك بتساعدك في إنجاز كثير من الأمور خلال هذا النهار من أعمال منزلية أو اهتمامات عائلية وممكن برضو يكون لك هيكي يعني زي ديكور وتغييرات وإنشغلات أو مناسبات وفي منكو رح يكون له خبر مفرح خلال هذا اليوم موليد برج الميزان أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء العاطفية تقريبا يعني خفيف فيها نوع من أنواع الإيجابية للتواصل مع الأحباء أو التقارب معهم أو الأبناء ممكن يدعمك الحظ في بعض المسائل أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل على مستوى الصحة ممكن تنجز كثير من الأعمال اليوم وممكن تهتم بشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط عشان هيكي بتسبب لك نوع من أنواع التقلبات على مستوى الأموال المشتركة يعني ديون مداين حد أنت مداين من حد أمور إلها علاقة بالصراف بالبنك إلها علاقة بتحولات مالية في إشي إلها علاقة في الضريبة في التأمين يعني هاي الأمور بيكون فيها نوع من أنواع الإرباك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو قوي جدا بيدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بقضايا علمية أو مسائل شوي فلسفية دينية بدها نقاشات هيك ممكن تهتم ببعض الأمور الغيبية خلال هذا اليوم تكثروا عند بعضكم الاهتمامات بشؤون إلها علاقة بالسفر أو أوراق زي إقامية هجرة أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو جيدة بتدعمك على مستوى العلاقات وعلى مستوى العمل يعني مع علاقاتك الأجواء قوية ممكن يدعموك في مسألة معينة أو يساعدوك في مسألة معينة بالنسبة للوضع على مستوى العمل ممكن أنه يصير لك تعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أو يتوكل لك عمل اليوم يكون يعني شوي في نوع من أنواع الصعوبة ولكن أنت راح تنجز فيه إنجاز جيد أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى بيت الأصدقاء فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين الأصدقاء ولكن على طبيعتكم ما فيه أي شيء لا إيجاب كثير ولا سلب كثير أما بالنسبة لبيت المتاعب برضو الأجواء ابتدعمك اليوم بينجاز بعض الأعمال والاهتمام لصحتك أكثر وممكن يعني يكون فيه قلق على صحة أحد الأحبة أو أمور إلها علاقة بالمستشفى برج العقرب أنجزوا ما تراكم عندكم من عمل ممكن تجدوا تعاون من زملائكم نظموا جدوى الغذائكم خذوا قصد كافي من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر النشاطات وممكن أنك تشعر بالتعب خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا روتينية على المستوى النفسي يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك يعني تتعامل بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة لبعضكم على المستوى المالي فممكن يحصلوا بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات ومنكم رح يهتم بأمور مالية زي فوتير ودفعات والتزامات وبعض الأشياء اللي ممكن تطلب منهم نوع من أنواع الاهتمام الذهني ويكونوا مستعدين أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة بتدعمكم على مستوى أمور إلها علاقة بالاتصالات والتنقلات والحوارات بتنشطوا اليوم بالتنقلات وبرضو عندكم سرعة بديهة عالية لا إخناع أي شخص بوجهة نظركم أهم إشي أنكم ما تنفعلوا أثناء النقاشات يعني ما تعصبوا وبرضو بالمقابل ما في داعي لأنك أنت يعني تكون هيك متهور أثناء القيادة في منكو رح يكون له اهتمامات بأمور الهلاقة بالتكنولوجيا أو بالاتصالات خلال هذا اليوم اللي عندهم امتحانات مدرسية بدهم يركزه بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت إجمالا بتكون جيدة يعني في نوع من أنواع الأمور الرتيبة أو الروتيني على المستوى البيت من أعمال وصيان وترتيب وأشياء اللي هي الواجبات المنزلية العادية ممكن تدخلوا ببعض النقاشات كعائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي يعني عالية جدا اليوم ممكن تسمع خبر جيد يسعدك أو يفرحك بتعلق فيك أو في أحد الأحبة وممكن يكون لك يعني زي لقاء غرامي أو هيك تحب تخرج في نزهة أو نزوة معينة ولكن بدك تكون حذر من التهور أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع جيد على مستوى الشراكة وخصوصا من ساعات الظهر يعني بصير فيه نوع من أنواع التقارب أو المساعدة أو الاهتمام ما بينك وبين الشريك خصوصا ما بين الأزواج وممكن مصالحة أو اعتذار عن سوء تفاهم سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة برضو على مستوى الأمور المالية وخصوصا من ساعات الظهر بتنشط في أمور إلها علاقة في البنوك والتحويلات والحسابات أو أمور إلها علاقة بالضريبة والتأمين في منكم ممكن يحصل بعض الأموال اللي بتعود له خلال هذا اليوم أو يحصل على نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما زالت ضاغطة على مستوى البيت التاسع من قلق إما على شخص خارج البلاد أو على اتصالات معينة أو تأخير بريد أو مراسلات ممكن هاي شوي تسبب لك نوع من أنواع الاكتئاب أو القلق في منكم اللي عنده امتحان مثلا جامعي بده يركز بشكل جيد وفي نفس اللحظة ما يتهور وما يعتمد على الحظ أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد جدا على مستوى العلاقات فممكن أنت اليوم تستفيد من بعض العلاقات أو المعارف وفي منكم رح يكون له تعاون مباشر مع زميله أو رئيسه بالعمل لإنجاز بعض الأعمال المهمة وممكن يوكل لك عمل ويكون برضو نتائجه إيجابية أما بالنسبة للبيت 11 فأنا شايف أنه الأجواء على مستوى بيت الصداقة يعني برضو فيها كثير من النشاطات برضو ممكن أنه اليوم يعني يكون لك تعامل أو لقاء أو دعوة ممكن أنت اللي عندك الجمعة أو ممكن أنت تقوم بزيارة أشخاص أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تدير بالك بأثر على الوضع الصحي شوي بتظهر لك بعض المتاعب أو المشاكل الصحية بعض القلق ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجز أعمال كثير يعني بشكل روتيني أو الإشي اللي أنت بتقدر عليه فما تحمل حالك مسؤوليات أكبر وفي منكم رح يكون له اهتمامات إما بزيارات طبية أو طبيب أو أمور صحية أو أمور إلها علاقة يعني بزيارة مريض أو شخص مسجون برج القوس تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ظروف جيدة احتمال أنه يكون فيه نوع من أنواع القلق اتجاه أحد الأحبة فيه نوع من أنواع النشاط والديناماكية عندك رغب للحركة بتنيل له والترفيه عن النفس أنت بالفعل تستحق هاي الأمور لأنه الفترة الماضية كانت ضغط كثير عليك لكن يعني أنا بفضل أنك تتخذ خطوة مفيدة اليوم وتستغل الحضوض أو نسبة الحضوض العالية اللي أنت ممكن تحضى فيها اليوم بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني مش سلبية ولكن أنه فيها نوع من النوع الإيجابي لأنه دعمك البيت الخامس بقوة وهذا يعني زاوية قوية جدا فعشان فعشان هي كي بتلاقي نفسيتك اليوم أحسن من يوم أمس كمان أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء برضو جيدة على المستوى المالي بتدعمك ممكن تهتم ببعض المسائل المالية اليوم أو الدفعات في منك رح ينشط بالعمل رح يحصل مكاسب جيدة على مستوى أمور لها علاقة بالأعمال الإضافية ممكن تيجي على طريق هبات مساعدات نوع من أنواع الدعم ولكن الأجواء تقريبا إيجابية لازم أنك أنت تستغلها أما وقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو مناسبة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات بدعمك بشكل جيد على مستوى النقاشات ممكن اليوم يكون عندك مقابلة أو لقاء معين اللي بيشتغلوا في مجال التسويق رح يبدعوا بشكل جيد اللي بيشتغلوا في مجال أمور التوصيل أو التنقلات برضو ممتاز ولكن بدهم ينتبهوا أثناء تنقلاتهم من الهفوات أو النسيان خوفا من الحوادث أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا أفضل من الأمس يعني فيها تشجيع أكبر لإلك ممكن تنشط بلقاءات أو حوارات أو ترميمات تصليحات اهتمامات منزلية روتينية كاللي أنت معتاد عليها بالنسبة للبيت الخامس كما ذكرنا في بداية التوقعات جيد وبدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت السادس لغاية ساعات الصباح الأجواء بتكون ضاغطة صحيا معنويا نفسيا ولكن من بعد ساعات الصباح بتنقل بالمعطيات بتصير إيجابية وبتدعمك بقوة بتقدر تنجز كثير من الأعمال اليوم وفي منك يعني ممكن من ساعات الصباح يكون يعاني من مسائل صحية أو تقلبات صحية ولكن من ساعات الصباح بتختفي هاي الأمور وبيبعم مكانها نشاط أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى أمور الشراك المالية والعاطفية وبتدعمك بقوة للتواصل مع الشريك أو التقارب معه ممكن يحمل لك مصالحة أو مساندة أو دعم منه خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الثامن تقريبا على مستوى الأموال المشتركة ممكن تهتم ببعض الأمور المالية اللي إلها علاقة إما بمصرف أو بنك أو ضريبة أو تأمين أو بعض الأوراق أو المعاملات المهمة اللي أنت لازم أنك تطلع عليها وتوقع عليها بتشغل فكرك بكثير من الأوقات خلال هذا اليوم أهم شيء أنك ما تتعصب وما تتهور في نفس اللحظة بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى أمور الأوراق القانونية والمعاملات اللي إلها علاقة بالسفر أو دوائر حكومية برضو إلها علاقة بأمور الإقامة الهجرة الأشياء هاي برضو ممتازة في منكو رح يب يكون عنده تنقلات كثيرة اليوم أو حركة كثيرة أو اتصالات بعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد يعني بتكون اهتماماته عالي أم أهم نقطة اللي عنده امتحان اليوم جامعي بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضور أما بالنسبة للبيت العاشر برضو جيد بيدعمك على مستوى علاقاتك ومعارفك بيعمل تعزيز للقوة لإلك ممكن اليوم يعني يساعدوك في مسألة معينة أو يدعموك في مسألة معينة أهم نقطة أنه برضو على مستوى العمل ممكن يوكل لك عمل مهم اليوم تقدر تنجزه بكل سهولة وفي نفس اللحظة ممكن تسمع كلمات إعجاب أو إطراء بسبب هذا النشاط أو هذا الإنجاز في منكو رح يكون له تعامل مع زميل أو رئيس بالعمل إلى بعض الأعمال المهمة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو الوحيد اللي ضاغط خلال هذا اليوم اللي بيسبب لك نوع من أنواع الإرباكات إما توتر من صديق أو من معرفة أو زعل أو عتب على تصرفاته فبدك تدير بالك ما في داعي أنك تتحسس كثير وتفاقم الأمور اللي تضيع يعني الأمور اللي إحنا حكينا من استغلالها في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء جيد اليوم تدعمك على مستوى بيت المتاعب فهو روتيني في بعض الإيجابية في ساعات الصباح والظاهرة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة في منكو رح يهتم ببعض الشؤون العملية والصحية في منكو رح يقوم بزيارة مريض أو عيادة مريض أو مساعدة مريض في بعض الأمور اللي بتكون صعبة عليه برج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مساكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي أنت بتعيشها في الفترة هاي بتحملك نوع من أنواع تبادل الزيارات أو اتصالات مهمة ممكن يسود التوتر بسبب حدث طارئ خلال هذا اليوم أهم شيء أنه أنت على المستوى النفسي رغم أن الأمور يعني زاوية تربيع مع القمر إلا أن الأجواء عندك نفسيا أحسن من الأيام الماضية مشحون بطاقة إيجابية عالية وسهل جدا أنك أنت تسيطر على هاي التقلبات بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء جيدة برضو بتدعمك على المستوى المالي ممكن دعم مالي أو ممكن من عمل إضافة تحصل اليوم نتائج جيدة ممكن اليوم برضو يكون لك بعض الدعم اللي بيجيك على شكل هبات مساعدات أشياء من هذا القبيل برضو قوية جدا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات بتدعمك بشكل قوي جدا وبرضو ممكن اليوم تقنع أي شخص بوجهة نظرك عندك جراءة عالية جدا اليوم أهم شيء أنك ما تتهور أثناء قيادة السيارة وما تنفعل أثناء النقاشات حتى لو حد خالفك أو حد استفزك أما بالنسبة للبيت الرابع مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو الأمور جيدة وبتدعمك بقوة وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب هذا اليوم فممكن اليوم أنك إما تلاقي الحبيب أو اتصال أو تعاطف معه وممكن يكون الحبيب أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو جيدة على مستوى العمل من ساعات الصباح بتنشط في إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة في منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية خلال هذا اليوم أو تطلع نتيجة لفحص ولكن بتكون النتيجة إيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ضاغطة على مستوى الشراكة شراكة مالية عاطفية فممكن هاي تسبب لك نوع من أنواع الخلاف أو سوء التفاهم ما بينك وبين شريك له الزوج أو الزوجة فعشان هيك ما في داعي لا الحدية ولا لا تعصب ولا تزيدوا من وطيرة الحدية في هذا المكان أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك برضو على مستوى التقارب المالي ما بينك وبين مؤسسات يعني زي مؤسسة مالية ضريبة تعمين تحويلات مالية كلها هاي ممكن تنشط فيها خلال هذا اليوم وممكن يكون فيه نتائج إيجابية برضو من وراها أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف لغاية ساعات الصباح الأمور بتكون ضاغطة عليك فعشان هيك ممكن تتوتر أو تعصب أو اللي هي سوابق اليوم الماضي أو تكمل معك ولكن من ساعة الصباح بتصير الأجواء إيجابية ممكن تلاقى اتصال أو اهتمام من أحد الأشخاص خارج البلاد أو تتفقد أحد الأشخاص أو تتواصل معه وفي منكم ممكن يسمع خبر جيد من خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى المعارف والعلاقات وممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بمساعدة صديق أو زميل بالعمل وفي منكم رح يستعين ببعض المعارف لتحقيق غاية معينة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل مع أصدقائك على طبيعتك أما بالنسبة لبيتك 12 فالأمور شوي فيها نوع من أنواع الضغط عشان هيك ما نقول لك ممكن أنها هاي شوي تخليك تشعر ببعض الإرباكات أو حدث طارق أو تقلبات ما تجد حالك كثير راقب وضعك الصحي بشكل جيد وما تهمل شغلك أهم إشي برج الدلو بتنشطه في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع أو لمشروع بنجاح باستطاعتك قلب المعادلة لصالحك أهم إش أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تبحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني بتحمل لك بعض التقلبات على المستوى النفسي محتار أو متحير من مسألة معينة أو في نوع من أنواع القلق عندك بسبب لك نوع من أنواع التوتر خلال هذا اليوم حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تتجاوز هذه الضغوطات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة برضو بتدعمك على مستوى الأمور المالية فممكن اليوم تنجز بعض الأمور المالية أو تتعامل على تحصيل بعض الأموال اللي بتعود لك أو إيش يقلو علاقة بالعمل إضافي ممكن تحصل الأموال من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم ولكن قلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني تقريبا نقدر نحكي أنه مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى البيت ممكن في ساعات الظاهرة هيك يكون فيه نوع من أنواع التوتر أو انشغال في مسألة عائلية أو بيتية أو إيش يعني مسؤولية زيادة بتكون عليك ولكن من ساعات الظهر بترجع الأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الخامس برضو الأجواء إيجابية على المستوى العاطفي فممكن اليوم تحمل لك نوع من أنواع اللقاء أو التعاطف أو التقارب ما بينك وبين الحبيب وخاصة من ساعات الصباح لتقريبا موعد الحلقة القادمة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو جيدة على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار أو تروج العمل بشكل جيد أو ممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية أو الأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع تقريبا الأجواء على المستوى العاطفي أو ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفي أو ما بين الأزواج فيها نوع من أنواع الحدية أو نوع من أنواع سوء التفاهم أو التصلب بالرأي أو التقلبات ممكن تتحسس من موقف أو تنرفز أو تعصب على الشريك بسبب سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة برضو بتدعمك على المستوى الأمور المالية المشتركة مثل بنوك أو ضريبة تأمين أو حولات مالية أو ديون لا إلك أو تحصيل أو نوع من أنواع استجلاب الدعم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة بنوع من أنواع السلبية فعشان هيك ممكن أنه خبر من خارج البلاد يوترك أو يزعجك أو تتعركس بعض الأمور القانونية أو المعاملات خلال هذا اليوم أو تطلب منك أنه جهد أكبر وأوراق معاملات أكثر في منك ورح ينشط في أمور الهلاقة بالتنقلات والاتصالات خصوصا على الشوارع المفتوحة بدك تدير بالك أثناء القيادة قيادة السيارة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد برضو بيدعمك على مستوى السمعة على مستوى العلاقات والمعارف على مستوى اللقاءات والاجتماعات وعلى مستوى برضو التعامل مع زميل أو رئيسك بالعمل لإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فممكن يظهر اليوم حدث معين يعني شوي يعمل لك نوع من أنواع التقلب في المزاج أو الحدية في المزاج أثناء تعاملك مع صديق أو معلومات عن صديق أو ممكن تصرف صديق يعني يتدخل في شؤونك أو في حياتك فيستفزك هذا الموضوع يسبب لك نوع من أنواع تقلب في مزاجك أو في طباعك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضو ممكن يكون لك نوع من أنواع الزيارة أو العيادة لمريض أو لمناسبة معينة أو ممكن لمستشفى برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل أو يحصل على هدية ممكن تسمع خبر صار وبيلعب قريب دور مهم اليوم معاك بتهتم بقضية شراكة أو عمل بتعالج الأمور بشكل دقيق تهتم بالأولويات المالية بتجد الحلول والتسويات أما بالنسبة للبيت الأول يعني تقريبا نقدر نحكي إنه الأجواء أحسن أنت مدعوم بنفسية أكثر صحيح أنه أنت أفكارك مشوشة أو عندك نوع من أنواع الارتباك الفكري وسواس وشك شغلات من هاي الأمور ممكن أنه هو المسيطر عليك خلال هذا اليوم حاول أنك أنت تتجاوز هاي المرحلة على أساس أنك تستفيد من الإيجابيات الموجودة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فمثل ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات النقاشات من ساعة الظهر بتنشط أكثر بتنقلاتك وبرضو مقنع جدا للأشخاص اللي حواليك بوجهة نظرك يعني الأجواء تقريبا إيجابية ولكن اللي عندهم امتحانات مدرسية بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت وخصوصا من ساعات الصباح يعني بتبلش الأجواء إيجابية وتدعمك وتعمل نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو الاهتمامات العائلية أو ممكن حدث منزلي شوي يلفت انتباهك أو تكون أنت مشغول فيه أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية شوي روتينية يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل بعاطفتك بشكل روتيني بدون لا إيجابيات ولا سلبيات على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة من ساعة الصباح مدعوم بطاقة كبيرة لإنجاز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم وبرضه الاهتمام بشؤون إلها علاقة بالوضع الصحي مثل مراجع الطبيب مثلا أو الاهتمام بأدوية أو أمور إلها علاقة ببعض المكملات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا يعني منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك برضو بقوة خلال هذا اليوم يعني ممكن يكون فيه بيحمل لك مصالحة أو تقارب ما بينك وبين الشريك أو تودد أو عمل مشترك بيصير ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة على مستوى بيت الأموال المشتركة يعني أمور إلها علاقة في ديون قروض حسابات التزامات بنوك ضريبة تأمين أشياء من هذا القبيل ممكن تظهر بعض المسائل اليوم اللي تخليك تهتم فيها ممكن تطالب بالديون لإلك اليوم ما تزبط معك يعني أو يتأجل الموضوع أو يكون محدد موعد ولكن يلتغى أما بالنسبة للبيت التاسع برضو الأجواء ضاغطة على مستوى البيت التاسع على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات على مستوى أوراق قانونية ومعاملات على مستوى أمور إلها علاقة بالدراسة الجامعية ممكن شوي يعني بدك تركيز ما تعتمد على الحضوض أثناء الامتحانات في منكو رح يتعامل على مستوى إما شراء أغراض عن طريق الإنترنت أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد وبيدعمك على مستوى بيت السمعة وبرضو ممكن يكون لك تعامل مع يعني زميل أو رئيسك بالعمل بشكل جيد وهي الأمور يعني تنجز منها بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن تنجز أعمال كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية أو تعمل مقابلة أو تستعين ببعض الأصدقاء والمعارف لمساعدتك في مسألة ما أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف الأجواء برضو جيدة بتحمل لك إما دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو نوع من أنواع الدعم من صديق أو تسمع خبر عن صديق صار لك فترة ما سمعت عنه شيء فيتصل فيك أو يتواصل معك خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن تنجز كثير من الأعمال الضرورية والمهمة وفي منكم رح يهتم ببعض الشؤون الصحية أو مراجعة طبيب أو مستشفى أو أشياء من هذا القبيل ولكن برضو برجع بحذر ديروا بالكم من الوسواس وديروا بالكم من الأفكار اللي مش مزبوطة لأنه هاي كثير رح تشتت عليكم خلال هاي الفترة هاي تركيز قوي عليها وضغطة بشكل كبير عليكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء